السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم اصحابي عاملين ايه والنهاردة ان شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو نهدي الصلاة على النبي ونقول الله مصد وصالح وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة عند ميلاد ابن شادي حبيب قلب الصغير اخر العنقون كل سنة وانت طيب يا شادي عبال مئة سنة وقلت اعمل معا تورتاية حلوة كده هم عارفين ان انا بعمل حلويات حلو فانا قلت بقى ايه اقول لكم طريقة لطريقة سهلة جدا مبسيطة ولو انت ابتدئة في المطبخ تعمليها بكل سهولة ويسر يعني مش هتعزلك معاك ولا فيها حاجة كده ولا كده دي ايه ايه بقى سكرك وبيدك وحكتك حضريها معانا كده قبل ما نبدأ علشان خاطر ايه نقولي المقدير واحدة واحدة ونبدأ واهم حاجة بعد يجب معا ما تنسوش اللايك والشير واللي ما اشتركش يشترك واهم حاجة ما تبخلوش علينا باللايك لانا بشوف ناس كتيرة يعني الحمدلله بتشوف الفيديو بس ما ترداش تعمل اللايك واللايك ده بيساعد ان الفيديو يطلع من تشير اكتر فما تبخلوش علينا باللايك ويلا نبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف التورتية شكلها عامل ازاي انا هعمل معاكو للوقت كيكا سفنجية حلوة بإذن الله وخفيفة وما فاش تفاصيل كتير ولا مقادير كتير وما فاش ولا زبدة ولا زيت ولا حليب دي الكيكا بتاعتنا الاولانية هقول لكم عن المقادير عندي هنا خمس بيضات عندي كوباية الا ربع سكر وممكن تحطي كوباية سكر ده على حسب بس انا عشان هزوق والتزويد اغلبه بيبقى فيه سكر فبقلل شوية السكر عندي عندي هنا كوباية دقيقة عندي ثلاث معلق كبار ممسوحين عندي معلقتين كبار كاكاو خامل انهم بيحبوا بالشوكولاتة لو عايزها بالفانيليا بتلغي خالص كيس موضوع شوكولاتة وكمل المقادير ومعي كيس بيكين باودر خمستاشر جرام زي ما تشايفينه بسم جبان في المقادير انا هبدأ هنا طبعا عشان صوت المكنة هحط الخمس بيضات وهضرب فيهم مع السكر هضيف عليهم كوباية الا ربع سكر حوالي خمسة وسبعين جرام سكر للي هحابب ان هو يعمل المقادير بالجرامات طبعا هضرب لحد طبعا ما حط هحط معهم كيس الفانيليا لحد ما يطلع لان اهم حاجة ان هي تطلع معايا قوي يعني كل ما تزيد زي ما تشايفين قوامها اهو كل ما بتديني قوام نافش كده والقوام بتاعها بيبقى عامل زي الكريمي ده بيدينا نتيجة نكحة جدا اهود لازم ان القوام زي ما تشايفين كده في الفيديو هبدأ بعد كده انزل بقى هخلط الدي اي مع الكاكاو هلفهم الاتنين مع بعض وهبدأ انزل زي ما تشايفين اهو في الطبق حطيت البيكن بودر مع الدي اي مع الادوات اللي هي ادوات النشفة كلها وهبدأ انزل معلقة معلقة عشان احافظ على القوام اللي انتو شايفينه في الكيكا ده وده هنا عندي القوام بتاعها زي ما انتو شايفين كده هبدأ عندي جايبة الصينية بتاعتي حطى فيها ورقة زبدة وهبدأ انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم وكن طبعا محدة رمزخانة الفرن من قبلها عشان هدخله على طول على فرن ساخن مدخلهش على فرن بارد على درجة حرارة 180 وهنشوفها مع بعض لما هتستوي ونبدأ نزوها مع بعض بإذن الله بعد كده المرحلة الثانية مع كوباية ونصف كريم شنطية وعندي هنا كريمة خفك بتاع حلويات 20 سنتي لتر او حاضفها عليها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم أهيت بشويش طبعاً عشان اقدر اتحكم فيها هتتقسم على ثلاثة وبعد كده هجيب طبعاً الطبقة اللي هبدأ ازوق فيه واجهزها جواها هجيب الصينية طبعاً اللي هزوق فيها هيتو هحطها وعندي هنا الاستوانة اللي هي بتبقى مسكة الكيكة من كل الجواني بحط اول طبقة انا هنا عايزة اعمل لها شكل جمالي من بره فمش هقفل الاستوانة بتاعت اللي بتقفل على الكيكة لا هسيبها مفتوحة شوية لاني عندي هنا بسكوت نوع بسكوت شكله شيد جداً بيدي شكل حلو قوي للطرطة اهوت زي ما انتو شايفين هبدأ احط وشه اللي هو السكر من بره والشكل الثاني من جوه طبعاً هلفوا كله احيات زي ما انتو شايفين هلفوا كله حوالين الكيكة لحد ما نعمل دايرة كاملة ونبدأ بايع بعد كده الحشو بتاعنا وهنا طبعاً بعد ملفات البسكوت زي ما انتو شايفين الشكل بتاعه اهوت هبدأ بقى اسقيها حليب ممكن لو عندك حليب بكاكاو او عندك طبعاً برضو ممكن نحط الميرندة او السفن بيديها طعم رهيب برضو يا جماعة حلو قوي وهنا انا حطيت الكريم شنطية زي ما انتو شايفين كده هبدأ انزل فيه انا حطاه في كيس حلواني لان التون ما هو في كيس حلواني بيساعدني جداً ان انا سهل عملية الحشو طبعاً مش محتاج ان هو شكل جمالي لان ده داخلي اهوت والكيكا طبعاً مش هتاخد مني مجهود في التزويق يعني في اله ان انا يعني يصعب يعني يبقى صعب علي في التزويق زي ما انتو شايفين اهو بفردت اول طبقة وبحط التانية فردتها بمعلقة وبحط الطبقة التانية وبردو نفس النظام هسقيها برضو بالحليب اهوت بفرشة كده لحد ما اسقيها لان العملية دي بتخلي الكيكا طرية وجميلة جداً لما تيج تكليها كده بالمعلقة بتبقى طرية وجميلة جداً اهيت وهبدأ برضو نفس النظام اهوت هبدأ احط برضو للطبقة التانية زي ما انتو شايفين وهبدأ انزل بقى باخر طبقة عندي بفردها عشان اتأكد ان الكريم شانتي يدخل في الكيكا كلها اهيت وهحط بقى الطبقة الاخيرة اهيت وهبدأ ازبط وبردو هحط هسقيها برضو نفس النظام بالزبط وهقوم حطى الطبقة الاخيرة بتاعتي من الكريم شانتي اهيت زي ما انتو شايفين بعد ما عملت الطبقة الاخيرة عندي هنا قالب شوكولاتة 200 جرام حطيت عليه ربع كباية حليب ومعلقت زبدة وسيحتهم مع بعض على حمام وهبدأ بقى حطيت الوجهة الاخيرة زي ما انتو شايفين وعندي كريم شانتي في كيس عادي جداً يعني مش محتاجة حتى كيس حلواني وهبدأ اعمل خطوط كده بالطول زي ما انتو شايفين في الطرطة كلها عشان كريم بقول لك هي الطرطة مش محتاجة ادوات ولا اي حاجة صعبة هبدأ زين كده بشويش وهبدأ بخلة وقم جايبة الكريم شانتي يعني هبدأ رايحة جاية عكس الاتجاه عشان يديني الشكل ده زي ما انتو شايفينه كده بيدي شاكل جميل قوي وسهلة ومش هتحتاج مني مجهود كتير طبعا انت لو عندك بقى شوية حاجات كده بمبوني صغير انا زي ما انتو شايفين حطيته اهو ممكن برضو شريتة الستان حواليها تديه شكل جمالي وانا انا رشة بمدق حواليها يعني انت بقى وزوقك في التزويق يعني ده كل واحد على حسب الامكانيات اللي عنده اهيات شكلها جميل جداً بقوله كل سنة متطيب يا حبيب ألبوم ماما يا شادي وعبال ميت سنة وهم حاجة بها ما تنسوناش في اللايك والشير واتمنى تكونوا الوصفة عجبكو وكون سهلة وتجربوها وتقولوا ايه رأيكو فيها فعلاً كانت سهلة معاكو ولا لا واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تانية كتير ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته